السلام عليكم وعلى أجزاء المتابعين يا مرحبا ويا مسهلا فيكم جميعا أهلا وسهلا اليوم راح نتكلم عن كيف أجمع النقاط بشكل سريع جدا طبعا الكثير يتواصل معي على اليوتيوب يكتب تعليق مثلا يعطينا شوية من هذه النقاط كيف أجمع النقاط بشكل أسرع اليوم أنا ما بعطيك سمكة اليوم بعلم كيف تصطاد السمك الآن راح نتكلم ونشرح كيف ممكن أنك أنت تزيد عدد أعضاء الفريق تبعك وتحصل على النقاط بشكل أسرع نقاط أو المقصود فيها عملات طبعا عملات من برنامج البي طيب إيش الطريقة اللي أنا أقترح أنك أنت تسويها عشان تبدأ في جمع النقاط بشكل أسرع طبعا نفترض أنك أنت مثلا تقدم محتوى مثل ما أنا جالس أعمال وتحط الكود تبعك وكده تخلي المجتمع والناس المشاهدين يستخدموا الكود تبعك في الانضمام إلى برنامج البي وين الكود تبعي؟ الكود تبعك تلاقي هنا تحت الاسم شوف أنا اسمي هذا هو عبد الله العوامي وتحت موجود الكود تبعي Blue Eagle تستخدم هذا الكود وتدعو أصدقائك طيب أنا أبغى بالضبط دعوة مستخدم جديد هذا هنا الكود تبعك Blue Eagle حاب تنسخها تضغط على كلمة نسخ تم نسخ الكود تبعك تمام هذا الكود اللي راح تستخدمه في دعوة أصدقاء ينضمون إلى فريقك بشكل مباشر كثير طبعا يقولي أنا استخدمت الكود تبعك ولكن ما في إلا أنت موجود معاي في الفريق ما ضميتني إلى فريقك أنت بمجرد ما أنك أنت تستخدم الكود تبعي مباشرة أنت تنضم إلى فريقي ولكن أنت الآن تبدأ في إنشاء فريقك عشان تحصل على النقاط بشكل أسرع بانضمامك إلى فريقي أنا الفريق الكبير المكوى من 5000 عضو الآن أكثر من 5147 عضو الآن 1936 عضو فعالين الآن هذا الفريق أنت بانضمامك إليه ما راح تكسب أي شيء إضافي لو انضميت إلى فريق صغير مكون فقط من عضو واحد راح يكون الكسب تبعك مثل الكسب اللي راح تكسبه لما تنضم إلى فريقي الكبير فما في أي فرق الكثير أيضا يقول لي أنا نضميت إلى فريق ضعيف وحاب أغير الفريق للأسف بعد التسجيل في هذا البرنامج ما تقدر تغير الفريق عموما نرجع إلى موضوعنا الأساسي كيف أقدر أحصل على عدد أعضاء إلى فريقي أضم أعضاء جدد إلى فريقي عشان أحصل على النقاط بشكل أسرع طيب الآن راح أعلم كيف تستاذ السمك تستاذ السمك أقصد فيها كيف راح تجتذب الناس أو خصوصا أصدقائك مثلا قلنا مثل ما قلت لكم تقدم محتوى مثلا على اليوتيوب خاص فيك ممكن أنك أنت تصور الشاشة أو ممكن أنك أنت تنشئ محتوى مثلا أنك تصور نفسك وأنت تتكلم وكذا راح تجتذب الناس وخصوصا الأصدقاء اللي حولك طبعا ممكن البعض يقول لي أنا ما أقدر أن أقدم محتوى طيب الآن راح أعلمك كيف تستخدم المحتوى الخاص فيني الفيديوهات اللي أنا قدمتها وراح أنت تستفيد قبل لا أعلمك الطريقة أنك تشارك الفيديوهات اللي تبعي وإنت اللي تستفيد والناس تستخدم الكود الخاص فيك راح الآن نشارككم بمعلومات بسيطة أول بخصوص بعض التحديثات اللي وصلت ما شاء الله طبعا الآن أنا في المركز الثالث مسيطرة على المركز الثالث بجمع 148 ألف نقص عملة من عملات البي طبعا هذا في وقت تسجيل المركز طبعا هي تقريبا في كل 24 ساعة يتم تحديث هذه النقاط في آخر مرة تم التحديثها كنت أحاصل على 148 ألف نقطة حاليا الحمد لله وصلنا إلى 152 ألف على وشك نوصل إلى 153 ألف نقطة محتل المركز الثالث متصدر في المركز الثالث إن شاء الله نوصل إلى مراكز أفضل بدعمكم وباستخدامكم إلى كودي وما أتمنى أنا بس الوحيد اللي أكون حاصل على هذا العدد من النقاط أتمنى جميع المتابعين يحصلوا على الألاف من النقاط وراح نعلمكم الطريقة في هذا الفيديو إن شاء الله كيف تقدر تحصل على عدد نقاط بشكل أسرع طبعا عالميا هذه هي المراكز العالمية الشي الجديد اللي حصل ما شاء الله العراق متصدرين في المركز الثاني أخواننا العراقيين اشتغلوا ما شاء الله عليهم طبعا ما كانوا أصلا مذكورين في هذه القائمة ومرة واحدة ما شاء الله المركز الثاني أكيد إن كان في شخص مؤثر استخدم البرنامج بشكل كبير جدا دعا عامة الناس وواضح أنه انتشر عند العراقيين بشكل كبير جدا بحيث أنه تخطوا الرقم اللي احنا واصلين إليه السعوديين ما شاء الله أخواننا العراقيين كل التوفيق لكم عقبال أو عقبال المركز الأول إن شاء الله طبعا إلى الآن المتصدرين هم البريطانيين في المركز الأول حنا السعوديين في مركز الثالث والصينيين مخترعين البرنامج هم في المركز الرابع إن شاء الله نشوف الدول العربية كل هم تصدرها في القائمة العالمية هذه إن شاء الله يوصلون إلى مركز الأولى وتحتل كلها هذه وتتصدر من قبل العرب إن شاء الله نتمنى نشوف تفاعل ضخم والكل يستفيد من جمع النقاط المجانية طبعا نتكلم نحن سابقا بخصوص هل هذه النقاط راح تكون مجدية هل راح نحصل على شيء في النهاية إلى الآن ما في أي شخص قدم معلومة سلبية وأثبتها الكثير يتكلم هذا سكام هذا لعيب هذا خداء هذه فقط تضييع للواقت وغيرها ولكن إلى الآن أو مثلا البعض يدعينا هذا البرنامج يخرب جهازك وغيرها إلى الآن ما في أحد أثبت هذه الإدعاءات كلها أكاذيب وكل اللي جالسين نعرفها واقعا هو هذه النقاط جاسة توزع بشكل مجاني الفكرة واضحة وصريحة للبرنامج هو البعض يتكلم يقولنا هذا فقط مجرد لعبة إيش المسميات ما تهمنا تهمنا آلية عمل هذا البرنامج النص التقني واضح هنا يتكلم لك بشكل واضح وسريح عن أهداف البرنامج عموما تكلمنا بهذا الخصوص كثيرا المقتنع في البرنامج يقدر يبدأ في جمع النقاط أو العملات هذه عملة البي ورح نشوف في النهاية نهاية سنة 21 رح نشوف السوق أو الماركت اللي جالسين تكلموا عنه التحديث القادم رح نقدر نتبادل النقاط إن شاء الله ورح نشوف كيف الآلية ورح نشارككم بآلية تبادل النقاط وأيضا تبادل النقاط بسلع وبمنتجات هذه إن شاء الله رح تكون بنهاية السنة فإذا كانوا صادقين في خطتهم رح يبان معنا الموضوع في خلال أقل من عشرة أشهر رح نشوف إيش النتيجة بعد عشرة أشهور أنا عن نفسي حاب لو كان في فائدة تكون الفائدة إلى الجميع إليه شخصيا وإلى الجميع وكل من هو حولي فأنا شخصيا شاركت فكرة البرنامج مع كل من هو حولي إذا كان في فائدة فلتعم كل من هو حولي أنا ما أبغى مثلا في يوم الأيام أحد من أصدقائي يقول لي مثلا أنا استملكت مئة عملة من البيتكوين ولا خبرني في وقتها ليش ما خبرتني طيب يعني إذا أنت كان عندك اعتقاد أن عملة البيتكوين رح توصل إلى ما وصلت إليه الآن وإنت اشترت مثلا مئة نقطة أو مئة عملة من البيتكوين قبل مثلا عشر سنوات وكانت تساوي فقط مثلا عشر دولار أو أقل حتى من عشر دولار فأنا أقول ليش ما خبرتني أنا صاحبك أنا أمشي معاك أنا يوميا معاك ليش ما خبرتني أني أنا أستثمر أيضا عشر دولار فالآن مثلا جاي لي بعد عشر سنوات أو خمستاشر سنة تقول لي أن أنت استثمرت عشر دولار وصارت مثلا مليون دولار إيش أستفيد أنا من الكلام هذا اللي حصل بعد عشر سنوات أولا أنا ما بستفيد أي شي من المليون اللي وصل كل التوفيق إليك يا صاحبي ولكن أنا صديقك المفروض تخبرني أنه فيه فرصة لما كانت بعشر دولار بحيث أنك أنت تحفزني أن أنا أيضا صاحبك أستثمر عشر دولار وعشر دولار ولا شي الآن فرصتنا في هذا البرنامج حتى بدولار ما هو مطلوب عليك أنك أنت تستثمر كل المطلوب منك أنك تستثمر فقط خمس ثواني من وقتك عشان تكسب النقاط طيب لا نطولها وهي قصيرة راح نعلمكم الآن كيف تخبر أصدقائك بأنهم يجمعوا هذه النقاط المجانية بطريقة سهلة بدون ما تقدم أي محتوى بشي بسيط جدا راح أدخل على اليوتيوب أفضل مقطع انتشر هو هذا المقطع هذه الطريقة طبعا كسب الدولارات عن طريق اليوتيوب هذي الإعلانات اللي توصلك لما تشاهد ألف مرة تقريبا راح يحصل صاحب فيديو على دولار أنا الآن لما أنتم تدخل على المقطع هذا تشاهد الإعلان هذا ألف شخص يسعون نفس العملية يوصلني دولار كامل لذلك أنا هذي أيضا أحد طرق الكسب عندي فأنت الآن تقول إيش راح يستفيد هذا له أنا الشخص لما أنا علمك هذه الطريقة طريقة زيادة عدد النقاط عندك في برنامج البي دوتكم الطريقة هي سهلة راح تنشر الفيديو الخاص فيني وراح تخبر أصحابك أنهم يستخدموا الكود الخاص فيك وكذا أنت ما قدمت أي محتوى وأصحابك راح يستخدموا الكود الخاص فيك وأنا كمقدم أو كشارح إلى فكرة البي دوتكم راح أيضا أكسب في كل ألف مشاهدة راح أكسب دولار فأنا مستفيد وأنت مستفيد وأنت خبرت أصحابك أنهم يبدوا في جمع النقاط المجانية من برنامج البي دوتكم فكلنا مستفيدين نتمنى أن تكون الفائدة إلى الجميع اللهم ارزقني وارزق مني أو ربي ارزقني وارزق مني راح نعمل نضغط على الشير هذا السهم راح نضغط عليه راح نضغط copy link كده عملت نسخ إلى الرابط راح أروح إلى المذكرة وهنا راح أعمل لسق إلى الرابط هذا الرابط يعني مجرما أنك تتعمل بيست لسق هذا الرابط وصلك طبعا ما أحتاج إلى الرابط يكون عندي مرتين رابط واحد راح يكفيني عموما بعدها راح أتقدم الفكرة أنا شرحت الفكرة بهذه الطريقة إلى أصدقائي هذا شرح إلى فكرة برنامج البي دوتكم راح أقدم هذا إلى هذا البرنامج بهذه الطريقة إلى أصحابي الهدف من هذا البرنامج هو طرح عملة رقمية في نهاية سنة عشرين واثنين وعشرين إيش وضع هذا التطبيق؟ هذا التطبيق يوزع عملة مجانية عن طريق التعدين اليومي الفكرة بسيطة جدا شاهد الفيديوات في الرابط للتفاصيل تبغى تعرف تفاصيل أكثر؟ شاهد الفيديو يا صاحبي اللي أنا أبغى لك الفائدة باستخدامك إلى هذا التطبيق بعدها راح أكتب تفاصيل أكثر أنا أستخدم هذا البرنامج الآن وحبيت أعطيك خبر عن البرنامج طبعا حاليا عملة البي لا تساوي شيء ولكن في المستقبل قد تساوي الكثير لازم يعرف الشخص اللي أنت جالس تنصح يستخدم البرنامج أنه فعليا الآن هذه النقاط أو هذه العملة لا تساوي شيء لما تخدعه والدخل إلى البرنامج مثلا تقوله أنه راح تكسب 100 دولار في استخدامك لهذا الرابط هو مجرد أنه يحمل البرنامج ويبدأ يستخدمه راح يعرف أنك أنت كذبت عليه وكذا راح يحدث البرنامج وإنت ما راح تستفيد أي شيء لأنه بمجرد تحميل البرنامج أنت ما تستفيد شيء حتى لو استخدم الكود الخاص فيك هو الشخص المدعو لازم يبدأ في عملية تعدين بشكل يومي عشان أنت تبدأ تستفيد فخلنا نكون صادقين ونقدم هذا البرنامج إلى أصحابنا وأصدقائنا بطريقة مناسبة طبعا بعدها راح أضيف تعليق بسيط إذا حاب تجمع عملة رقمية مستقبلية بشكل مجاني حمل البرنامج وسجل واستخدم كود الإحالة الخاص فيني أنا صاحبك عشان تزيد سرعة حصولي أيضا على النقاط لازم توضح أيضا لماذا أنت حاب من صاحب أنه يستخدم الكود الخاص فيك طبعا بعد راح تكتب الكود الخاص فيك هنا تحت هذا الشرح أنا راح أضيفه تحت في تقدر تنسخه من الوصف وتقدر تشاركه مع أصدقائك وكده أصدقائك راح يدخلوا على المقطع هذا ويشوف التفاصيل وفي النهاية راح يستخدمون الكود خاص فيك لا تنسى تكتب الكود الخاص فيك في أسفل الشرح اللي راح تقدمه إلى أصحابك طيب أنا الآن هذا الشرح موجود عندي كده الآن صار عندك رسالة نصية تقدر تنسخها تحديد الكل نسخ وكده أقدر أروح على مثلا برنامج الواتساب تطبيق الواتساب يتيح للنشر عن طريق خاصية البرودكاست لست راح تلقاه هنا فوق برودكاست لست أضغط عليها وكده راح تقدر تعمل قائمة بجميع ما عندك من أصحاب راح أجي هنا هذه الشرح اللي أنا قدمته راح أعمل للسق هنا وأقدر أرسلها إلى جميع الأشخاص اللي عندي أرقامهم وكده راح توصل المعلومة إلى كل أصحابي ورح يستخدمون الكود الخاص فيني وكده أنا قدمت المعلومة إلى أصحابي طبعا أصحابي هم حابين يستخدم البرنامج هذا الشي راجع عليهم أنا ما أغصب أصحابي أنهم يستخدموا البرنامج لو كان في فائدة فلتعمل فائدة للجميع ولو طبعا في قسم من الأشخاص اللي راح يوصل لهم البرنامج راح يكونوا جدا متشائمين راح تكون ردة فعلهم سلبية راح يقولوا لك أن هذا البرنامج أكاذيب لا تصدق ما في شي مثبت أن هذا البرنامج أكذوبه طبعا الكثير راح تلاقي نظرتهم تشاؤمية هذا البرنامج ما راح يصير شي انتبه اسكام هذا البرنامج راح يخرب جهازك الكثير من الضنون السلبية بدون أي إثبات أنا أقول عندك إثبات أن هذا البرنامج اسكام عندك إثبات أن هذا البرنامج في أي مشكلة شاركنا بشكل علمي وبدون أي أكاذيب أنا عن نفسي أشوف أن هذا البرنامج ما في أي مشكلة ما عمل أي ضرر على الجهازي ما عمل أي ضرر إلى 1900 شخص جالسين الآن يعملوا عملية التعدين 1940 شخص الآن موجودين كلهم جالسين يعملوا عملية التعدين هل هذه النقاط الآن تسوي شيء؟ ما جالسة تسوي شيء هذه النقاط ولكن نجمعها في حال لو تحققت أهداف هذا البرنامج وتم طرحه في الأسواق العالمية الرقمية للعملات نتمنى أن هذه النقاط تسوي شيء كم رح تبدأ؟ كم رح يكون سعرها؟ إلى الآن ما حد يدري ما في شيء يسوي هنا دولار ما في شيء هنا يسوي ريال أبدا نحن الآن جالسة نجمع هذه العملات عملات النحلة عملات البي بهدف أنه في المستقبل قد تسوي شيئا لو ساوت شيء خير وبركة لو ما ساوت شيء نحن ما خسرنا أي حاجة نحن كل جالسة نستثمره وقد يكون عرضة إلى الخسارة هو فقط خمس ثواني من يومنا كل يوم أنت مطالب فقط بالضغط على زر النحلة أنا الآن بعد 44 دقيقة مضطر إلى أني أضغط على زر النحلة علشان أواصل جمع النقاط أنت غير مقتنع في هذا البرنامج أنا أقول لك أوكي لا تكون مقتنع في هذا البرنامج بس لكن إذا أنت مثلا جمعت مئة نقطة خمسمائة نقطة ألف نقطة لا تحدث البرنامج فقط إلغي التنبيهات بحيث أن ما توصلك أي إشعارات لما نعمل أخطار إلى الكل هنا أنا أقدر أعمل أخطار إلى كل من في فريقي البعض قد ينزعج لما توصل التنبيهات الآن وصل التنبيه إلى جميع من هو في فريقي من حيث أنه غير نشط أي شخص غير نشط وصل التنبيه ترى أنت يبغى لك تجلس تضغط على عملية النحلة عشان تواصل عملية جمع النقاط إذا ما ضغط راح يتوقف جمعك إلى النقاط نهائيا طبعا في هنا مثل ما تلاحظون ثلاثة آلاف ومئتين شخص غير مختمين واقعا في جمع النقاط فبهذه الطريقة أنا ما استفيد منهم أي شيء هذول الأشخاص اللي هم ما جالسين يضغطون بس لكن لو فيهم شخص واحد انفعل زر التنبيهات راح يوصل التنبيه وهذا الأمر قد يكون هو مزعج للأشخاص الغير مهتمين أو هو مثلا كان مهتم لفترة من الفترات وبعدها خلاص توقف اهتمامه في هذا البرنامج فالأفضل أنا ما أنصحك أنك أنت تحدث في البرنامج لأن عملية تسجيل الدخول مرة ثانية لاحظ أن البعض كاتف في التعليقات أنه هو سجل خروج حاب يقدل الجوال أو غيرها وعنده مشاكل ما هو قادر يسوي عملية تسجيل دخول مرة ثانية فأنا أنصحك بس أوقف التنبيهات خلي البرنامج عليهم ممكن ما تدري بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنوات أكثر الله العالم قد تساوي هذه الألف نقطة اللي أنت جمعتها قد تساوي مثلا دولار تساوي خمسمائة دولار أكثر فالأفضل أن يكون عندك القدرة للوصول إلى هذه العملات اللي جمعتها في الفيديو القادم رح أقول لكم قصة شخص اشترى كمية من النقاط للبيتكوين وبعد سنوات لم تكن عنده الفرصة للوصول إلى هذه النقاط اللي جمعها ولكنه استندم وندم شديد بسبب أنه لم يستطع إلى الوصول لأنه لم يتح الفرصة لنفسه للوصول إلى هذه النقاط إن شاء الله في الفيديو القادم رح أقدر منكم هذه القصة الآن أنت طبعا مخير أي فيديو تشوفه هو الأنسب اللي تقدر تشاركها مع أصدقائك أنا عن نفسي رسلت إلى جميع أصدقائي هذا البرنامج بهذه الرسالة السابقة رسلت إليهم الفيديو وطلبت منهم أنهم يشاهدوا الفيديو يشاهدوا الشرح هم القرار راجع عليهم بأنهم يستخدمون الكود تبعي أو كود شخص آخر هم القرار راجع عليهم بحيث أنهم هل راح يحملوا البرنامج ويبدأون في جمع النقاط أو راح يتجاهلون هذا البرنامج نهائيا هذا القرار راجع عليهم ولكن أنا عن نفسي أحب أعلم أصحابي لو كان في شيء عندي اعتقاد أنه راح يكون دوفة إذا في المستقبل راح أشارك مع أصدقائي بدون أي خوف أو ملامة أنا أفضل أن أنا أتلقى بعد الاعتراضات من أصدقائي بحيث أنه مثلا يقول لي أن هذا البرنامج أكذوب أفضل من يجيني بعد مثلا خمس سنوات ويكون مثلا سعر هذه العملة كل مثلا نقطة أو عملة من برنامج البيت تساوي مثلا دولار بعد خمس سنوات أو أكثر ويقول لي ليش ما خبرتني يا صاحبي أنا الآن أنصحك بأنك أنت تخبر جميع أصحابك والشي راجع لك من أنت مجبور نهائيا بأنك أنت تشارك هذا البرنامج ولكن أنا علمتك الآن كيف تقدر تنشر هذا البرنامج وأنا راح أستفيد بمشاركتك إلى الفيديو اللي أنا أشرت إليه وأيضا إنت راح تستفيد راح تجمع نقاط أكثر وإن شاء الله راح نخبر عدد أكبر من الناس بحيث أنهم أيضا ينضموا إلى هذا البرنامج ويبدأوا في جمع النقاط المجانية اللي قد تساوي في المستقبل الكثير نتمنى إذا كان في خير من طرف هذا البرنامج يوصل إلى الجميع وأيضا نتمنى أن عدد المستخدمين العرب يحوز على الصدارة في هذه القائمة نتمنى التوفيق إلى الجميع كل الشكر كل الشكر إلى جميع الأشخاص المستمعين لهذا الفيديو وكل التوفيق إلى الجميع إلى الآن الحمد لله لم يكن لم يظهر لنا أي شيء سلبي في هذا البرنامج بحيث أنه بحيث أنه نخوف أو نرهب الناس من استخدام هذا البرنامج طبعا الكثير يخاف ويتحاذر بشكل كبير الحذر واجب ولكن أنا أشوف هناك تخوف كبير بناء للأسف على أكاديب بدون أي واقع فعلي بدون أي إثباتات بدون أي أدلة فعلية إلى ما يتم ادعائه للأسف لذلك أنا أطلب من الجميع أنهم يستخدموا هذا البرنامج وكل التوفيق لكم جميعا ومثل ما قلت لكم إن شاء الله نشوف العرب هنا في الصدارة كل التوفيق لكم ومع السلامة ونراكم على ألف خير ونراكم إن شاء الله بصحة وعافية سلام